عند مدخل هذه التحفة العراقية يستقبل الكابتن يونس محمود الأسود في غرفة تبديل ملابس منتخبنا الوطني يضخ محمود جرعة أمل وتشجيع مستعيدا أمجاد 2007 تعليمات المدرب الإسباني المحنى خيسيوس كاساس تمتزج بروح وحماس ووطنية عالية القلوب تخفق باسم العراق البصرة كريمة في كل شيء حتى بالمطر زخات لم تتوقف منذ صافرة البداية حتى نهايتها دخل الفريقان ساحة جذع النخلة عند سماع موطني موطني الجلال والجمال لن تتمالك نفسك بداية قوية للأسود رغم صعوبة أرضية الملعب جمهور وفي آزر بقوة أبراهيم بايش يضع العراق في المقدمة بهدف في الدقيقة الثلاثين الشوط الأول ينتهي للأسود في الاستراحة مهدي كريم يناقش الخطط مع يونس محمود بدأ شوط المدربين الهدف الثاني للعراق كأساس كأنه لم يفرح من قبل أجواء يصعب وصفها انتهت المباراة العراق فائزاً على الأخضر الشقيق متصدراً للمجموعة الأولى نور صبري لأحمد باسل حميت العرين قبلات درجال تطبع على الخدود الوزير أحمد المبرقع لم يفوت اللحظة لحظة الفوز ختامها عصارة خبرة يونس محمود مع مزحة ثقيلة مع درجال مباراة ستبقى محفورة في الأذهان وسجل بطولات الخليج ترجمة نانسي قنقر